تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينا من توقيف عصابة أشرة تتكون من سبعة أشخاص تتراوح عمارهم ما بين 18 و 22 سنة بتهم سرقة كواب النحاسية يقومون بقطع الأعمدة الخشابية الخاصة بالخطوط الكهربائية يددت الضت المنخفض بواسطة منشار لغارة سرقة الكواب النحاسية استغلال المعلومة تم وضع خطة محكمة لإطاحة بالمعنيين أين تم توقيفهم في حال تلبس بجريمة السرقة أسفارت العملية عن توقيف جميع أفراد عصابة المتكونة من سبعة أشخاص مع حل أربع قضايا سارقة تورط فيها المشتبه فيهم وكذا حجز الوسائل المستعملة في الجريمة